ودخل يدي مع القزازة وأخبطه وأصحبه من القزازة هو صغير شوية اللي قال العسكري أنت صغير ومدري إيش وقام يخوفني طراب نوديك الأحداث قصة اليوم من القصص اللي استمرت معاي ما يقارب ثلاث سنوات نهايتها وصلت الاستجن وبدايتها من شخص مسالم إلى شخص عربية أنا أسميه المرحلة ذيك إلى شخص مرة مجرم ولكن مجرم على عمره يعني لا تحسبوني مجرم ولكن مجرم على عمري ولكن يا جماعة خير والله لو تسمعون القصة هذه راح تعرفون أني أنا كنت على صح يشوي على غلط ممكن لصح ولكن عرفون يشوي غلط ثم نبدأ في مقطع اليوم لا تستضغط على لايك وتفعل جرس تنبيهات يلا خد نبدأ يعرف واحد من العساكر عشان كذا مضبطين أو قاعدين يجدلون عليه يقول روحوا الطاقه معاه فاك شوي واحد يجيني شوي يطيح في مشكلة لين أولا متوصل المنفولة متوصلت بعد خير انزلت تحت في البيت وانا نزل تحت في البيت عند باب الشارع انت قاعدة نظف السيارة اللي يجوني اثنين من الجنسية هذولي واحد دفني وكانت أخت الصغيرة عند الباب المهم هم ما يدرون حين أنا مين وش اسمي من أنا انت من وين ما يدرون المهم يدفوني ويجي واحد يدفني اللي أختي تنطلق لأبوي فوق وش قالت لأبوي أخت الصغيرة قالت في ناس جايين يطقون وساما ايه خلاص والله حسيني طولت 40 دقيقة فاخذ بريك وارجع لكم من في الحلقة ذي وفي الحلقة الجاية راقي فيها كان الحدث مرة هنا اللي يا جماعة الخير اختي راحت ونادت أبوي وأسمع أنا كذا وأنا قاعدة الطاق معهم أسمع سكت الباب حق البيت ينزل أبوي كذا مع الدرج يعني تخيلوا الموقف أنهم كذا قدامي وأنا في ظهري الباب حق الدرج إلا أشوفهم يناظرون كذا وأنا أناظر فيهم حربيا إذا حسيت بشي غريب نفسه يهدو ومعد تكلمه اللي أسمع واحد وراي يقول مين اللي يطق أسامة قلت فت وراي اللي هو أبوي قلت يشكر أم الفزعة اللي جت في الوقت حربية الحساس ويعيدها مرضاني مين اللي يطق أسامة تاكتين ما تكلموا منصدمين ليه منصدمين الوالدي يا جماعة الخير إمام المسجد الحين صارت المشكلة شخصية صاروا يعتقدون يقولون أح هذا اللي فازع مع أسامة قال لهم اللي يطق أسامة إلا واحد منهم كبل عفش قال يا شيخ والله العظيم منحنا مالنا ندخل وإن في شخص هو لي قالنا أن هذا يتكلم عليكم قال لأبوي ناظر فيني كذا قال أنت تكلمت عليهم سكت أنا قلت الحين يا الله أبوي لا يعرف وش السالفة قلت لأ أيبه تكلمت عليهم قال لي أجل تستاهل كذا بحرفيا قال لي يلا إنقلع فوق وأنا أطل كذا مع الشباك اللي أبوي يعتذر لهم ما عليش الولد ومدري إيش ولكن أنا لي قلت لا لا لأن ما بغاه يعرف وش اللي صار قبل مبغى خلاص استسلم وقفل على الموضوع طبعا الرقل والد فوق جا طق خفيف خفيف يعني مو قوي قال لي خلاص لعدت تعودها ولا راح أحرمك من الشارع نهائيا أنا هنا أسحبت أوراقي كلها قلت خلاص معد راح أتكلم ولا راح أدخل معهم في نقاش ولا مشاكل بتمشي لأيام يا جماعة الخير طبعا جماعة الخير لازم تعرفون أذكركم إن المجموعة هذه تمام مشكلجية يعني مو محترمين لا تعتقدون إن هنم تيمين ضدهم لا هذول يا جماعة الخير مجموعة والله العظيم إن أتكلم لكم حرفيا بلطجيين لأبعد درجة من الأخير عيال شوارع ما في أي تربية عشان كده لازم تعرفون الشي هذا عشان كده تصير مشاكل بيننا وبينهم كثير أعطيكم مثال عشان تعرفون يد إيش هم بلطجية اليوم من الأيام ونطالع من المدرسة في مخبز خباز تميز جنبنا يمشون تمام وحصلهم الخباز دايما يحط خبز عند الباب ويقفل السياج الناس تحط فلوس وتأخذ خبز والحد الآن الطريقة هذه موجودة بعد خير يدخلون يديهم يأخذون الخبز ما يدفعون ولا ريال يأخذونه وينحشون يعني وصلت مرحلة صعبة مع الفئة هذه لا تحسبون الموضوع حتى لو كنت مسالم بيجيك شر منه خواني بالله بعد فترة يا جماعة الخير سادس نهاية سادس طرعت من البيت يوم الثلاثة انا اتذكرها يوم الثلاثة لاني يوم الثاني ما درست رحت يوم الثلاثة يا جماعة الخير للمدرسة المدرسة تبعد عني حوالي 14 دقيقة او قل 10 دقائق خد شنطتي معاي ولد عمي قلت لها نروح للمدرسة ماشي ولا ننتظر ابوكي يودينا قال لي لا دام اليوم ثلاثة خد روح ماشي لا وصحين بدري بعد خد شنطتي وانا خد شنطتي ونطلع من البيت نمشي لم المدرسة وانا امشي للم المدرسة يا جماعة الخير في ناس يعني يمشون رايحين للمدرسة مرة واحدة كذا وانا امشي لاتقابل مع واحد في الطريق والولد هذا ولد محترم مرة ومن نفس الفئة اللي هم فيها ومو سعودي ولكن من نفس المجموعة اللي قلت لكم اكيد احيان بتقولوا احيان اسامة اوكي هذا سعودي وهذا ممكن اجنبي فرا ما لها دخل يا جماعة الخير لا فرقة بين عربية او عجمية الا بالتقوى حذول يا جماعة الخير مجموعة فيها مشاكل ولكن يا اديب خلك غريب بما انك انت موجود يا خلك محترم مثل ما اخيات كلهم محترمين ومثل هذا الشخص اللي راح اقول لكم موقفة لا ما انسال حد الان وهذا الولد نفسه كانوا فيه ياخذون الموهبين في المدرسة يحطونهم مع بعض عشان كذا يدرسون المهم نفس كذا نفس التيمي تيمون كنت هذا انا اياك اننا نتقابل انا اياه في غرفة المصادر كنت انا ساعده ويساعدني على هذه الحالة قال لي اسامة اسمع تراهم يخططون عليك قلت منهم قال محمد الرجال الكبير هذا مع الصغار اللي معه يعني انتم متخيلين ان في شخص اكبر مني بثمان سنوات واكبر من الناس اللي يطاق معهم بثمان بثمان بثسع سنوات تياد على كذا يعني مفروض يوقف في صفي موقف ضدي وراعي شر مواقف لين الليل معه قال تراهم يخططون عليك وتراه يزهم يعني يرسل كل شوي الواحد يقول شوفوا اسامة اذا داوم ولا ما داوم حطني فراسة حطني فراسة قسم بالله ما ادري ليه حطني فراسة المهم انه شخصان هاعق بالمواقف اللي صارت قبل بتايوه اش بعد تراه يمكن يتجمعون عليك يوم الاربعة يعني وش بيصير مشاكل وزي كده قال ايه يعني بيتجمعون عليك يوم الاربعة يعني في مشاكل فتطلعة في مشاكل وقال وامنني قال اسامة تكفى لا تقولني انا اللي قلتلك لت ابدا تم ايوه هنا بده تفكر قبل قايل ميد ابوي خلاص اني بانسح بعد اني مسبب مشاكل وعد اني متكلم وبين المشكلة القادمة هل يا اسامة راح تقول ميد ابوك ولا ما راح تقول والله يا جماعة الخير واني اصمن فيلمهم داومت يوم الثلاثة نظرات غريبة فضيعة كأن نهايتي بعد الحصة السادسة بأسلوب غريبي نظروني كأني قاتل احد من عندهم فيلمهم الفصحة الاولى مرت على خير خلصت الحصة الثالثة خلصت الحصة الرابعة بدأ جات الفصحة الثانية والفصحة الثانية فيه مجموعة في المدرسة يسمونهم النظام تكرونهم نظام وكشافة ومدروا ايش جوني واحد من حقين النظام قال لي اسامة ترى قسم بالله العظيم انهم ناوينك هذا ثاني شخص يقول لي يا ولد وش اسوي وانا امون عليه يعني طبعا للشخص هذا قلت له وش اسوي تكفي يرحم امك خلصني قال والله يوسامة انصحك تروح للمرشد الطلابي وتقول له بس ترى اذا قلت له ما راح يدخلك مع الموهوبين لانه عنده شرط المرشد هذا انك ما تسبب مشاكل نهيا وتكون عاقل عدت افكر كذا بيني بين نفسي هلأ روح اقول له ولا ما اقول جت الحصة الخامسة وجت الحصة السادسة المهم قررت اني روح اقول له وعلى قرادة حظي المرشد مو موجود لا الحصة الخامسة ولا السادسة واسأل عنهم وين لسا سعيد الخالدي سعيد الخالدي سعيد الخالدي ما لقيت سعيد الخالدي هذا خوية ابوي برضه يعني لو قلت له راح تزين لامور والله وما لقيته جت الحصة السادسة صلينا الظهر الله يا جماعة الخير قالت في تي مين قالت في تي سار كانهم كذا محدديني في المسجد كذا كنهم بطقوني بعد الصلاة الحين كل واحد ياخذ شنطة وينحاش انا كنت احسب المضاربة يوم الاربعة طارت المضاربة يوم الثلثة قلت بس وش الخطة يا وسامة كم سانة يا جماعة الخير وخدت الشنطة وطلعت من الكذا بأمشي الحين بأنزل مع الدرج وقدامي الباب الكبير حق الطلاب في المدرسة باب يسمونه باب المدرسين ما حد يدخل معه اي طالب والقط الشنطة يا جماعة الخير واسوي نفسي كني بروح مع باب هذولي واشوفهم كلهم خلاص طلعوا الحين بيسبقوا لي عشان يجلدوني برا واديروا واطلع مع باب المدرسين واطلع واناظرهم من بعيد اللي صدق والله متجمهرين موقف غريب سامة واش قاعد يصير هذا مو انت قسم بالله ليه طحت في المشكلة ذي هل انادي اخوياي اللي قبله في زعولي ولا هل اروح اسوي اشياء ثانية او هل اروح اقول لابوي سامة لو سامة ما قال لابوه واطلع وانحاش مع باب المدرسين واروح للبيت اللي ادخل للبيت خايف جاي يوم الاربعة ما دومت يوم الاربعة العصر الوالدة قاتل سامة وشركت وديني السوق ربعة معلومة بسيطة سادس ابتدائي ترى انا كنت اسوق من رابع ابتدائي ترى جماعة الخير الاولين فرق على الحين بكثير متأكد انا لو شوفني احد من جيل التسعينات بيدري اننا يا ولد يمكن من ثالث يسوق انا جماعة الخير من رابع بديت اسوق اسوق حرفيا ولكن ما مو سيارة لي لها سيارة للوالد وفي سيارة المحل بحنا انا اخذها ديدسن سادس امي قالت لسامة اشركت وديني السوق هنا النقطة حرفيا هنا الموقف اللي صار غيرني خلاني اتحول من شخص مسالم الى شخص ادور المشاكل فاقولكم الموقف رح توديتها هلي السوق وانا طالع من السوق جماعة الخير واقف عند الإشارة الا جنبي محمد اسم بالله العظيم ترحنا في قرية يوجو حول بعض جنبي محمد ما انتبهن هلي معاي جماعة الخير يمشي كذا جنبي في السيارة ويدفل كذا في القزازة ويدفل على السيارة وانا تولع نار معاي هلي وامي تقول يش في ذا وانا ساكت ما تكلمت ولف كان البيت قريب ولف وانزل ولبق السيارة ولبق السيارة واروح لجارنا جارنا كبير قلت له والله السالفة كيت 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 قال لي قلت لأبو قلت له لا قال لي ما تقول لأبو قلت له خايف إن أقول لأبوي لأن أبوي يا جمعة الخير شخص شديد قال لي خلاص ما في مشكلة قال لي قلت لأنهم تروا يتوعدوني وإنه 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 قال ما عندك مشكلة موضوعهم سهل بإذن الله وأنتظر يوم الخميس وأنتظر يوم الجمعة جارنا يسوي شيء ما سوى ولا شيء كأنني ما قلت له ما في فائدة قلت أوكي أسامة حرفياً لازم تعتمد على نفسك السالفة إنك تجيب أحد يفزع لك ما عد فيه أوكي هم كثار يا تنطق مرة وحدة وتاكل تبن ويدقونك دق يا تصير رجال مع الرجال تنطق وتطق والله العظيم يعيال هذه السالفة يوم السبت أنا رايح المدرسة كانت دراسة يوم السبت رايح المدرسة ما أقولكم أنا قوي متخوف ولكن من الحصة الأولى من الحصة الثانية وأنا قاعد أبني علاقات علاقات مع أخيي اللي جنبي قلت يا أخي والله حتى في واحد قتلة أحي لو بطاق بتفزع لي ولا لا قلت لك إذا لو بطاق تفزع لي ولا لا كان اللي يبشر والله لأفزع لك ما اللي بطقك قلت يا أخي هذول يمتيمين علي فهمت قاعد أقول لك إذا هذول يمتيمين علي كثير يبغون يجلدوني ويتوعدوني من يوم الثلثة ألفات كان اللي يبشر كثرة أهم علاو أطلع يا جماعة الخير من باب المدرسة علا الفصحة الثانية يا جماعة الخير علا خوي وصدق مجمع لي حوالي خمسة أو ستة ولي بنقابلهم حنا حوالي ثمانية أو تسعة ومعهم محمد بيجي من بره عشرة المشكلة هو في محمد يا أخي كبير كبير واشتبي شتبي شتبي واشتبي يرحم أمك واشتبي هذولي ناس شوي يعني قويين اللي خوي مجمع لي خمسة أو ستة قال لي وسامة جمعت لك خمسة قلت منهم ويقول لي أسماء وناظر فيهم هذول يعرفهم أنا زين ولكن ما أمون عليهم ولكن قويين يعني أحس معهم آلتي لا نهائي يعني قويين لأبعد درجة حق المدرس مدرس كان اسمه خالد الغامدي كان يدرس الإنجليزي بعد ويلزق وجهي في الباب حق السيارة ويضحكون آه يضحكون وناظر وراء اللي فيه ثنين تهم جايين من أخوياي يمسكون الأول ويطقونا ويمسكون لأ شوي يجمعون صاروا يفزعون مع مين مع أخوياي اللي يجي الخمسة ذولي فزعوا معنا حوالي عشرة زيادة إن هذولي ناس معروفين في المدرسة ويتطقون معهم ويتطقون ويجي محمد من بعيد قل ما محمد وش يسوي وما الحين يطقونني هو من وراء يجي يطقني عشان وشهو لو رحت للشرطة حنم موقعين ورقا عدم تعدي صار ما يبغاني أشوفه ويطقني وأنا ما أشوفه وأنا الطاق وطاق وطاق أقسم بالله انطقيت وانطقيت حرفيا ولكن يوم نظرت وراء المدرسة كلها فزع معاي حوالي يمكن ثلاثين واحد أو ثمانية وعشرين واحد كان مدرس عند فاب المدرسة مدرس الرياضة اللي يشوفني ومدرس هذا يعرفها هالي ويعرف يعني فيه صلة القرابة تعالوا سامة يثال هلا وش يندخلك في المشاكل ذي ومدريش في لحظة ذا يتالى أنا قلت لها يا أخي هذولي مدريش وقعده صاير عليه فهمت وفي واحد ورا يطقري ويقعد فألف له قل له ينزل مدرس الرياضة أسهم بالله العظيم قعد مدرس الرياضة ذا كان فابط المدرسة قاله ويصرخ ايه واقفوا القحد ماد يد أكسرها واقفوا كلكم مع اجدار ووقفوا كلم مع اجدار وسامة اطلع وش السالفة اللي ماد يدها من أول من بدأ وليه تطقون وقعد أقول له السالفة كيت 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 تخيلوا يا جماعة خير قال بكرة وعدكم كلكم في المدرسة كلكم يجووني لحد انت 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 يعدد اسماءهم ويجوون بكرة عند المدرس ينافق عليهم ويجلدنا كلنا المدرس ويجلدنا كلنا تيم علينا كلنا بعد هذا الموقف هدت الأمور استمر الوضع طبيعي يوم الأربع جماعات الخير متعودين دائما بعد العصر نلعب كورة هذا اللي اسمه محمد قال ميد واحد انه يبغى يلعب مع فريقهم عشان يلعب ضدي والله العظيم ما يجيكم للجد ونلعب براف الحارة أنا ما أدري والله خلاص وعدنا العصر فيجي العصر أنا لابس لبس الرياضي نازل في الزفل تلعب ويجي الفريق الثاني كشو يجي واحد واحد تعرفون حقي الحواري كشو يجي واحد 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 فجأة وقف موتر محمد بت هذا الشابه ذا وارتبك أنا والله ارتبك بت هذا الجابه اللي هو يلعب قال أنا بلعب مع الفريقي ضدكم جماعة الخير ما أكذب عليكم أنا كنت ألعب محور كانوا أشي يسوي كان جماعة الخير يجي الكورة يعني الكورة حين معاي يجي خش علي بقوة خشاءت قوية وانا ما استغرب من لعبة وانا ما استغرب لدرجة في واحد قدامي كانت فيه زبالة كذا الله يكرمكم زبالة مربعة عرفتوها والله انه كسر خويه يلصق في الزبالة والله العظيف حنا صغار المو في نص اللعب وقفنا يوم شفنا كله تكسير قلنا معليش انه قلنا لكم لا تجيبون الناس من بره الحارة وهذا شخص كبير وما نبغى يلعب معنا قل لي يقول لي إلا ألعب معاك وغصف وياخذ الكرة يا جماعة الخير ويشوتني فيها اللحظة اللي شاثني فيها إلا أبوي جاي بالسيارة بالجيب اللي يشوف ده يلحقني ويشوتني بالكورة يضرب بوري وينزل أبوي تعال تعال ليه تشوت الولد؟ قال ليه تشوته في الكورة ومن أذلك تتعدى عليه شوي اللي محمد هذا يقول ميد أبوي لا أمزح معاه قال له كيف تمزح معاه وتلحقه بالكورة اللي أبوي ناظر فيني كذا قال يمزح معاك هو اللي محمد يبغاني أقول إيه ناظرت أبوي قلت لايبة ما يمزح معاي انصدهم طبعا أبوي حبيب مرة قام يقول لي يا شباب انتو صغار وما ينفع تمزحون ذا المزح اللي مالا داعي ولا لا ويتكلم أبوي ينصحها أنا ساكت وناظر في محمد وناظر في أبوي اللي أبوي يقول له لو تمزح على الحين ويجيه شيء ولا يجي شيء في راسه كثرت المزح اللي مالا داعي لا تمزحونه اللي أبوي رجع السيارة وركب سيارة ومشى بالسيارة لما البيت ووقف البيت يبعد عن المكان اللي يلعب في كورة يمكن بو دقيقتين ماشي اللي ينادينا معيده وشامة تعال يوم أجيه قال لي وش هذا الشخص الكبير اللي قاعد يلعب معكم قلت والله يبقى هذا الشخص جايبينا الفريق الثاني للحارة الثانية وجابوه يلعب معنا قال لي وش اسمه وعطيه اسمه ما ليه قال لكم انكم تلعبون كورة هنا أبي كذا شك في الموضوع استغرب هذا الشي يبغى في الحارة وشخص كبير يلعب مع صغار وش شوي قال لي روح يعتذر من أخوياك وارجع للبيت أبغاك يتوقيت تمام واطلع مباشرة عند واحد من العيال وقلت له أنا ما راح العبره عند أبوي فانا اعتذر منكم مع السلامة وارجع للبيت يوم رجعت البيت قال لي أبوي قاعد لا تطلع اليوم بكرا راعوف كوديك قلت له خلاص ما في مشكلة يوم شفت أبوي كذا حبيبي شوي قلت ايه ما قول له السالبة وافتح معاه الموضوع وقل له يبقى ترى هذا الشخص دايما يتعدى عليه ويسبب مشاكل كبيرة ولكن قلت هلو قلت له أبوي وش راح يسوي هل راح يكلمه أو راح يوصل لها ويكلمهم ولو كلمهم هل راح تفيد في الشخص ذا أو ما راح تفيد طعت فراسي الفين فكرة قلت تقلبها يميني صار قلت أخاف أنها تكبر المشكلة وأبوي يدخل على أن المشكلة اللي أنا فيها أكبر من أبوي يعرف ولكن أنا خايف ما أدري ليه خايف أني أقول ميد أبوي ترى هذا الشخص يتعدى علي وشخص كبير ويسوي كيت كيت ولكن مستعي أني أقول ميد أبوي ذا الشخص الكبير العظيم ترى ما يجيكم للصدق ما أدري وشو يبغي يوصل له طفشت والله العظيم يا جماعة الخير أني طفشت ولكن كل ما حسيت في مرحلة اليأس أني أبغى أن تقوم منه يجيني الموقف يوم يتفل علي عند الإشارة ومعي هلي هنا يعود يشتغل ناري حرفيا يمر الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ما في أي مشكلة ومرتاح مرة والوضع هادي من الطرفين من عندي ومن عنده أحس هذا الهدوء راح تطلع بعد مشكلة مرة كبيرة والله كان عندي حس بهذا الموضوع سيمشي الأيام يمر الأسبوع الأول الأسبوع الثاني ما في أي تحركات منه حتى وجه بوجه ما شفته يعني ما قابلته نهائيا لا عند المدرسة وله أسبوعين مختفي أنا قلت بس الآن هذا الشخص تهاب بخف من الوضع هلي فيه قل مم رح تلقفت جماعة الخير رح تسألت الولد اللي كان معي في المصادر في قسم الموهوبين تذكرون رح تسألته كان جنبها ثنين قلت لها معليش بس ألك تعال قال لي وشه قلت لها يا أخي محمد مختفي معت صرت أشوفه طبعا أنا سؤالي هذا منه ليه عشان أرتاح نفسيا يقول يقول يقال لي والله هو موجود أموره زينة ولكن معت صار يطلع والله أجمل الساعات وأجمل الأيام والله العظيم ثالثة قلت لها محمد وينها معت صرت أشوفه أيوه اش قال لي قال لي محمد مسافر ديرتهم وبيرجع قل يمكن يرجع بكرة أو بعد بكرة قال لي غريبة وصامة اللي تسأل عنا قلت فقط يعني خبت أن الرجال في شيء أو شيء والله يا جمعة الخير ورجع البيت ولا حسبت حساب للثنين اللي معاه آخ لا إله إلا الله والله يسالفته طويلة قسم بالله العظيم وصار بعدها يوم من الأيام بعد يومين الله أنا مرتاح مستهانس أنه في الديرة ولا رح يجيني ولا رح أقابله وحتى المجموعة اللي كانوا معاه والله العظيم كانوا هادين أذرهم ما يستقون أو يعني يسوون نفسهم الحارة الثانية اللي جمعة الخير يشوف سيارته تشطف والله كان مسبب لي رعد والله العظيم أنه كان مسبب لي رعد وكبت الحالي شفت كذا شطف اللي خفت خوف مو طبيعي وماشي قدامي ووقف وذي قريبوس وليب تسار ويجي لمي قال لي شعندك جاي في الحارة ذي قلت لها رايح هنا بيت خوالي والله لا خوالي ولا تبهم في ذيك المنطقة قال لي المهم بعد ألقاك تمر من هنا قلت لها إن شاء الله والله أني كنت مسالم يا أخي إن شاء الله إن شاء الله ببشا أول ما صر موقف هذا أنا قاعدة ناظر على ورا لأنه مشى كذا من وراي بالسيارة انتظري يلف في مين عشان أدير وأرجع البيت ركض كلام هذا كان على مغرب كذا مغرب والله يمكن مغرب مدري ياهو مغرب أو عشاء وأرجع البيت ركض 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 لين وقفت عند باب بيتنا وقعد عند الباب مع عيال عمي وبنات عمي طالعين في الشارع قال لي يجيني مرة ثانية قال لي أسامة انت سألت عني وش تبي قلت متى سألت عنك قال لي لا قالولي أنك سأل عني في المدرسة قلت لي بس حسبت يعني أن فيك شيء ومادري إيش جمعة الخير والله لا تلموني تراك يبير عاد خير ما أقدر سوي له شيء قال لي اسمعني اسمعني زين اسمي اللي تجيب على لسانك حنوش قايلين في مركز الشرطة إن محد يتعرض الثاني جيت له والله ما عليش آسف واعتذر منك ومادري إيش قال لهم يلا يلا ينقلع وأنا راي على نياتي قسم بالله العظيم يا جماعة الخير والله أش يسوي والله إني مسالم ولكن ما أقدر قال لي يلا يلا ينقلع وأنا صدق والله رحت للبيت اليوم الثاني في المدرسة قلت لي واحد جنسيته يمنية وعرف الولد هذا كان يلعب معي كورة قبل قال لي اسامة السلام عليكم كيف حالك طيب قلت والله الحمد لله والولد محترم وفي قمة الأخلاق وكان معي برضو في الحلقة ما شاء الله عليك ذكر كنحافظ ثمانة تسع جزاء قال لي أنا سمعت إن كنت منطاق مع محمد قلت ليه قال اسمع أنا مجمع ناس وروح نطاق مع محمد كلنا لمسكت راسي كنت هذا اللي باعي في الحلقة رح يطاق كيف قال لي والله كلنا ناوينا لأنه زودها بشكل مرة كبير والولد ذا يجي مع تخير محمد دي شوي بعض الحركات اللي مكويسة قال إنه جاء وتعدى على واحد مننا وتكلم عليه حنا قررنا نحنا نطاق معه طيب من بيفزع معاك قال لي أبغاك العصر تجي عند مدرسة البنات وراح أوريك الناس يراح يطاقون خفت يا جماعة خير في المرة الأولى أن هذا فخ كذا لوهلة حسيتنا فخ قصة خاص ما في مشكلة بجيك العصر والله واطلع من المدرسة على الظهر ثلاثة العصر صليت ورحت على طوله كان اسم الولد مناف قال ليه مناف أيوه ما صار قال يحين بيتجمعون كلهم وصبر شوي وانتظر صدق ويتجمعون ناس 8 9 10 وكبار كبار طبعا يعني كيف ثاني متوسط ثالث متوسط أنا كنت سادس سادس وأشوف ان هذوري كبار مرة قال كلنا راح نطاق معه وإذا انت عندك ناس يبغون يطاقون قلنا نفزع كلنا نتحد مع بعض ونتطاق معه قلت ما يا مناف أنا عندي مشكلة واحدة أني أنا موقع أني أنا ما أتعرض الولد هذا ويجيني واحد سوسة سوسة يا جبعة الخير والله هي سوسة قال لي أنت وشو موقع أنت صغير أصلا ما ما تقدر توقع لازم عمرك 18 عشان تقدر توقع قلت كيف 18 قلت والله العظيم أني موقع محضر أني ما أتعرضه ولا يتعرضني قال لا يا رجال ما عليك منه إذا أنت قل مدري إيش المملعب علي قلت أمانة قال والله العظيم وإنا خايف أصلا ما أبغى الطاق ولكن ما أخذ هذه حجة قال لي ما عليك ما عليك قلت طيب شو الخطة قال الخطة بكرة عند المدرسة راح نطاق مع محمد وخلي يجيب كل اللي معاه صدق جماعة الخير الفصحة الأولى جاني مناف قال لي وسامها على وعدنا الحصة السادسة قلت رأيه على وعدنا على وعد بصحة ثانية أكد لي على وعدنا على وعدنا وقت الصلاة مصلين كلنا جنب بعض كنا فريق رياضي أنا وجنبي مناف عيال عمّة واخوية وعلي ثاري ناس عيال عمّة برضو واخوية عشرة 11 خير اللي بيجوون برا المدرسة ما شاء الله الجنسية اليمنية ما شاء الله أي يعني عيالكم واجد ما شاء الله كثير وأنا مرتاح المناف مرة مرة مرتاح له اللي يا جماعة الخير تجي الحصة السادسة خلصنا الصلاة طلعنا من الصلاة ولكن يا جماعة الخير قبلها بيوم برجع بكم مناف قبلها بيوم راح تكلم على واحد منهم عشان تصير المشكلة في اليوم الثاني عشان كذا راح يتجمعون عند الباب أيوه نرجع الحيل بعد الصلاة طعنا بعد الصلاة نتجمعين عند الباب كلهم المجموعة هذوليكم معهم محمد بالنص إلا ويجور علي يا جوعة الخير اليمنيين يا ويل ويخنقونا والله يا جوعة الخير بتعافين عافية ما بعدها عافية ما شاء الله ويخنقونا ويركبونا طاق أسم بالله يا جماعة الخير أشوفها قدامي مستانس والمفزر اللي معاه ولا واحد فزع كلهم طاق فيه ولا واحد من اللي معاه فزع له وأخوكم فلا قاعد يتفرج لأني ما أحتاج أني أفزع عد اليوم ذا على خير مستانس وسامة رجع البيت اليوم الثاني في المدرسة جيت على يمكن بداية الحصة الأولى نزلني أبوي وادخلت المدرسة اللي حصة اليمنية كلهم واقفين وأخويا محمد كلهم واقفين محمد مو معنا من المدرسة من بره المدرسة إلا أنا ودخل كده إلا المدرسي ناظرني تعال 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 يا شاطر تعال وجيه الوقف هنا الحين تيجي الشرطة كلكم تشيلكم أنا ويش سويت يا أستاذ والله أنا ما سويت شي يا ما سويت شي والجمهرين أمست الطقون متطقين مع واحد من بره المدرسة جاء أبوه يشتكي لا وواحد أكبر مد منكم وما دين يدكم عليه قلت يا أستاذ والله إنك فاهم غلط قلت والله إنما مدت يدي أني أنا قاعدة أتفرج قال لي ما فكيت بينهم هذا ما يجوز وما ويقلب عليه الأستاذ هلقل ما يدى الأستاذ إن هذا مسبب لنا مشاكل للليل قال الآن تيجي الشرطة وتشيلكم كلكم من أولكم لآخركم وأنت يا مناف أنت راس البلاء وأنا ناظر في مناف كذا وش سوينا حننا وش سوينا وش المشكلة اللي طحنا بيها والله وصدق يا جماعة الخير وجانا عسكري وجانا شرطي للمدرسة وين المتمشكلين طقين واحد وفاقعين راسها منهم من اللي طقها كل واحد يقول مدري 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 ما طقناه ملمسناه شوي العسكري دق على أبو محمد قال أجيب محمد وتعلم درسة صدق يجي محمد وجوه المدرسة قال طلع اللي اللي طقوك يناظر كذا يناظر كذا محمد يناظر 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 قال المناف قام يعدد خمسة ستة يمر لمي بعينه كذا ويسوي نفسه ما يشوفني يتحلوا أنا أطلعت من المشكلة ويمر مرة ثانية كذا ويسوي نفسه ما يشوفني قد بس أنا أطلعت والله من المشكلة صدق يا جماعة الخير ما قالوا اسمي آخر ارتحت مرة ليل إني خايف من أبوي إذا رجعت البيت واللي يوم ما رجع البيت واخوياي يخذوهم ودوهم القسم ما أدريوا ش راح يصير أنا متوتر على نارين ما أدري ش قاعد يصير هذا وش فيه وهذا وش فيه وهذا ش بيصير له ما راجع البيت للأبوي في وجهه وش أنت مسوي أنا هنا فهيت وش أنت مسوي ما فعل شي با تكذب علي وش أنت مسوي ابعن لا أخفيكم أني صحت وانا نراجه بك يا صحت تصير حانا أكلمك وش أنت مسوي تأيبا هذا الشخص اللي تقول لي انت ش أنت مسوي تسوي معي أشياء كثيرة وأنا كنت ساكت طول المدة ولا قلت لك ولا شي وليه أنت ما تقول لي وش مسوي لك أنا عشان ما تقول لي أنا كنت خايف مرة من أبوي لدرجة اني خيب ابن ابي اكثر من الشرطة امشي امشي القسم امشي امشي الشرطة انا خلي الشرطة تربيك مشاكل بعد ما بقل لانا اخر بيته يدخل مشاكل انا هنا اخف اخف تخوف عسهم بالله العظيم الفضير قضر يا جماعة الخير ابو محمد مكلم ابوي ومحمد قايل لان ابوه هو امام المسجد وروح قسم الشرطة قال لي اكذا ابوي نزلني عند الباب عسكري قال انزل وانزل انا قال ماذا العسكري دخل دخل الحبس مع ادبي وده السجن وقعد اصيح الله يا جماعة الخير اني قعدت اصيح صياح مطبيعي وده وده السجن السجني ربيك انا قعد اصيح اصيح ايه بتقطع صياح بتقطع ما يدري يا ابوي كمية المعاناة اللي مرت فيها الفترة اللي راحت صدق العسكري خذاني وفتح الباب وقطني جوه السجن دفني عني حط قعدت خدخل ويقفل وانا بي ربكة من عمري ما ادري شو يسوي الان هل هذا ابوي ش السالفة ليه ابوي يسوي كذا طيب تحسبوني طلعت صح وطلطل يا جماعة الخير اخوياي اللي كانوا في المدرسة مو موجودين مفروض لهم في القسم الان على اقل لحصل واحد اثنين ولا واحد يا جماعة الخير وقعد فترة والله ما ادري هلو انا صغير احس انها طويلة فترة ما ادري سبع ثمان ما ادري كم ساعة وانا ما اخذ ضعية اني انا مسجون خلاص انا بياخذوني بيودوني للسجن بيودوني الاحداث بسبب ذلك المشكلة و المشكلة العسكري ك اشدي оно يمر يخوفني أجمعت الخير والله العظيم مطفولة ذي والله مطفولة ترويع في ترويع ايه و الذي ادرك الاحداث علمك المشاكل ويجي واحد ثاني عسكري ثاني والله بذكر عسكري ثاني يجي يضحكني لا ما عليك بتطلع الحين ويجي واحد ثاني يروعني و واحد يضحكني واحد يروعني انا ديوبا تسمعني ما في احد ما في احد انا كراس رحت السجن وانت صغير تتخيل وش السجن خير كذا يربطون في رجلك حديده انا مالي موجه سجون الله يكفينا شرها ايوه بعد فترة طويلة اللي يجيني العسكري وناداني كذا باسمي قال لي وسامة تعال تعال يفتح الباب ويقعدني ضابط ويقعد ينصحني يا وسامة انت شخص محترم وانت قالولي في المدرسة انك مع الموهوبين وانت دايما مدري ايش متفوق وانت 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 ليه قاعد تسوي كذا حرام عليك لا تبهذه لها لك اقسم بالله العظيم ذاك العسكري هو الضابط جنة الله في ارضه كلام مريح وقعد الصدق انبسطت له وقعد اقول للموضوع قال لي العسكري اه ها الموضوع مو نفس الموضوع لجاني دالة هنا استهب لحظة انت تقول كيت 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 ان فيه ولد كبير يمشي مع ذا الشلة الصغار ويفزع لهم من بره المدرسة يعني الشخص اللي يتطقونه مو في الحارة قتلاه مو في الحارة قال يعني يجي من حارة بعيدة للمدرسة حقتكم عشان يتطاق يتلاقيه قال لا الكلام اللي جاني عكس وانا آسف انا اللي كلمت ابوك وفهمت ابوك السال فبعد ما كلم ابوك ابو محمد وقيتنا الموضوع كيت كيت ولدك يتهجم على محمد فانا راح اتصل الان على ابوك واقول للموضوع الحقيقي انا يوم شفت الضابط يقول كذا قتلاه ابدا ما عندك مشكلة والله يتصل على ابوي يقول له الموم راح وعلم ابوي اتصل على ابو محمد ابو محمد تعال الان القسم الموضوع كيت كيت ولدك يمشي مع ناس صغار ولدك يجي عند مدرسة بعيدة عن حارتكم تبعد عدخلوا عيال تبعد حوالي ثلاثين دقيقة وعشرين دقيقة يجي لها وش جابه للمدرسة وش عرفه الناس اللي جوه للمدرسة يقولوا الضابط انا بكرا موجود عندكم في المدرسة صدقوا اليوم الثاني يجي لضابط المدرسة وينادي اخويا محمد محمد مو موجود في المدرسة بس ينادي القروب حقهم مثل انتوا ليه تسببهم ومشاكل وليه تطاقهم مع الناس ايش ذا الشلاليات اللي عايشينها وما ادري ايش كلنا عرب وكلنا مسلمين ونشهد ان لا اله الا الله وانا محمد الرسول والله عيب عليكم هذي مو اخلاق الرسول ويعطينا كلام ديني ويقولهم انتوا ناس دينين من عندكم طلع العلم هذي الاشياء ما تطلع منكم محمد هذا لا تكلمونا نهائيا لو اشوف احد مكلمة حسابه عندي انا بناديني قال لي وسامة تعال من الان تتصلحون نهائيا ولو القى احد من الطاق شوف اش يصير له قلت له ما عندك مشكلة خلاص تم وقعد اسلم عليهم واحد ورا الثاني وكل واحد قاعد يحتذر لي حنا اسفين حنا اسفين حنا اسفين قلت بس الحين محمد ما في احد يجي الطاق عشانه صلحت انا والمجموعة هذي رح تكلمت منافقة منافقة خاصة عدد خلني مشاكلتك فابغركز في دراستي قال لي خلاص ما عندك مشكلة واصلا خلاص يعني هدت الامور اخ يا محمد والله العظيم اني تعبت مننا يا جماعة الخير والله ما اقدر اقولكم الشخص هذا والشو لان عيب اقوله في المنصة هنا وليتابعوني ناس محترم ما اقدر اقولكم ايش مواصفات الفضيعة المهم ونطلع من المدرسة وتمر الايام يومين ثلاثة ايام الا جاني محمد وقاعد يهدد انا والله لا والله 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 المهم جاني يتوعد 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 اول ما شفت يتوعد صرت معده خاف والله اني وصلت مرحلة اني حس طلعت فيني قوة مو اسامة ليستعي طلعت اسامة لي ما يستعي ويتكلم كذا وقعده توعده يتقسم بالله والله العظيم ما اخليك وانت توعد انا وانا والله اعرف نفسي ما انا ابراه مشاكل والله العظيم ولكن بعد هذا الموقف رحسوا قلت لابويه على طول مباشرة حطيت عندي قاعدة فراح ابويه يكلم ابوه وقف عند حده قال له والقاه عند باب بيتنا قسم بالله العظيم انه ما يصير خاطرك طيب ابو محمد قال ابدا حقك علينا علمه ان القصة وقفت عند هنا فيه اشياء كثيرة صارت ولكن احس اشياء ثانوية ما يستهل انها تنذكر وفيه اشياء ما اقدر اذكرها لانها ما تنفع تكون في منصة يوتيوب حرفيا والله العظيم ان كل كل كلام اللي قلته حقيقي ما تنذكر في منصة يوتيوب ولكن اللي استفدت من القصة هذي كلها لو صارت لي مشكلة وحدة او واحد تكلم علي او او فهذه كلها من ساتس ابتداي تعلمتها اول واحد اروح لابوي لانهو الحلو الوحيد هذا الشيء حرفيا اللي اكتسبته اتمنى لكم توفيق يا جماعة خير والله في احداث كثيرة وصارت لي بحياتي انا اتوقع هذه اول قصة جتها لكم عن طفولتي في قصص كثيرة في قد ركبت سيارة مصروقة والله العظيم اني قد ركبت سيارة مصروقة اذا تبغوان صدقة اتكلم لكم عن القصص اللي صارت لي قبل اكتبوا لي تحت في الكومنتات وزر اللايك يبين اعجابكم هذا الفيديو وشوكم ماللاك ومعكم سامة السلام عليكم واجهات الخير